القرآن الكريم قد علج هذه القضية في أكثر من موضع أوضح هذه المواضع في معالجة تلك القضية ما جاء في سورة الحجرات من قول الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ هذه السورة الكريمة فيها نداءات إيمانية خمس هذه النداءات الإيمانية ترسخ معاني من معاني مكارم الأخلاق ترسخ معاني من معاني مكارم الأخلاق هذه المكارم أو هذه الأخلاق التي تعالجها هذه السورة الكريمة تدور في خمسة محاور المحور الأول التعامل مع الله سبحانه وتعالى وذلك في بداية السورة لا تقدم بين يدي الله ورسوله المحور الثاني المعاملة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي المحور الثالث إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لأن الإنسان يتعامل مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع ما سواهما ما سوى الله ورسوله إما أن يكون من المؤمنين أو أن يكون خارجا عن منهج المؤمنين ومن هو مع المؤمنين أو من المؤمنين إما أن يكون حاضرا وإما أن يكون غائبا الحاضر تعالجه السورة أو تعالج السورة المعاملة معه في قول الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إلى آخر الآية والغائب تعالج السورة المعاملة معه في قول الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا نلحظ جيدا أن الآية التي عالجت قضية التعامل مع الذي يأتينا بأخبار ممن وصفته الآية بالفاسقين أي الخارجين عن منهج المسلمين حتى ولو كان مؤمنا ولكنه عصى فهذا الخارج الذي تعالج الآية المعاملة مع نبئه قدمت الآيات حديثه أو الكلام عنه عن معالجة معاملة المؤمنين مع المؤمنين الحاضرين والغائبين وذلك لأهمية ما قد يترتب على تصديق الشائعة التي لا دليل عليها القرآن الكريم يأمرنا أن نتبين وينادي يا أيها الذين آمنوا عندما يرد النداء بيا أيها الذين آمنوا نعلم أن الله سبحانه وتعالى سيكلف المؤمنين تكليفا مهما عليهم أن ينفذوا ما سيأتي بعد هذا النداء الإيماني علينا أن نصغي ونستجيب لهذا النداء يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إن جاءكم فاسق إنسان متهم عندكم إنسان ليس مقطوعا بصدقه بنبأ ينقل لكم هذا النبأ في صورة اليقين فعليكم ألا تصدروا حكما بناء على هذا النبأ الذي جاءكم من فاسق حتى تتبينوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلامة لست مؤمنة التبين هو طلب البيان فعلينا أن نسأل هذا الإنسان عن دليله